اشتدت المواجهة واشتعلت النار وطال لهيبها السماء ألقدوا نارا عظيما غضبا لآلهتهم غضبا لما توارثوه عن أجدادهم وعن آبائهم لقد على الكفر استعل الكفر ولم يسمع لصوت الإيمان ولم يسمع لصوت الحجة والبيان وأراد أن يسكت صوت الحق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هكذا أتوا بإبراهيم عليه السلام ماذا هو تهمته وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هكذا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هكذا عبر العصور الإبتلاء للصالحين والمسلحين والدعاء من ورثة الأنبياء والرسل التهمة العظيمة هي قولهم ربي الله يقتلون النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم كفر مجرد أن تقتل رجلا من أجل دعوتي إلى الله من أجل أنه يقول ربي الله ليس لعداوة شخصية وإنما عداوتك مع ربه عداوتك أنه يدعو لدين ربه تبارك وتعالى يبلغ رسالات ربه يعبد الدنيا بدين ربها يبلغ الحق للخلق من أجل ذلك تعادي؟ من أجل ذلك تقتله؟ أتوا بإبراهيم عليه السلام نزعوا عنه كل ثياب نزعوا عنه كل كساء كل كساء حتى أصبح عريانا إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام الذي رفعه الله تبارك وتعالى الذي جعله لسان الصدق في الآخرين جعله لسان الصدق العلي جعله أمة جعله إماما ومع ذلك ينزع عنه الثياب أيها المبتلى الإبتلاء ليس علامة إيهانة ليس علامة طرد ليس علامة إبعاد عليك أن تفهم عليك أن تفهم عن الله عز وجل أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد في بلاءه عليك أن تفهم أن كل شيء ستبتلى فيه لله سيعودك الله خيرا منه أول من يكسل الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام لماذا؟ لأنه بذل لله عز وجل لأنه تعر لله عز وجل أعروه ووضعوه في المنجنيق ليلقوه إلى النار التي أوقدوها أربعين يوماً هذا الظلم هذا الطغيان إبراهيم عليه السلام كيف تفعلون بيه هكذا؟ كيف تصنعون بيه هكذا؟ إبراهيم عليه السلام عرياناً وفي المنجنيق كيف يحدث ذلك لخليل الله عز وجل؟ كيف يتركم الله تبارك وتعالى كذلك؟ كيف يتركم الله يفعل ذلك بوليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إياك أن تظن أن ابتلاء الولي أو النبي لنقص عزة الله بل الله هو العزيز وهو له تمام الملك وتمام العزة وما ابتلي أوليائه لنقص عزته أو لنقص ملكه بل هو عز وجل هو الملك المليك ويستحق الحمد على ذلك لأن بهذا الابتلاء سيتجلى وسيظهر من قلوب أوليائه وأصليائه العبودية التي يحب من التوجه إليه والتوكل عليه في هذه اللحظة الحاسمة جاء جبريل عليه السلام جبريل له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق ينزل منها الضر واليقوت والتهويل كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته مرتين جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى ذو قوة وإبراهيم عليه السلام في المنجنيق عارية قالوا ألك حاجة؟ حجب في هذه اللحظة ألي حاجة؟ نعم لي حاجة لي حاجة أن أنجو لي حاجة أن لا يشمد بي الأعداء لي حاجة أن تخرجني من هذا الموقف الموقف واضح ألك حاجة؟ قاله أما لك فلا وأما إلى الله فنعم لماذا أسأل غير الله وربي قريب لا يأفل ولا يغيب حي قيوب سميع بصير؟ لماذا أسأل غيره؟ تنحى يا جبريل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا نعم أهل الإيمان يزدادون مع البلاء إيمانا وثباتا ورسوخا وتوكلا وتفويضا والتجاء إلى الله يظهر من قلوبهم أنوار عجيبة تمتد عبر العصور إلى أن تصلك الآن أيها المشاهد أيها السامع أيها القارئ تجد برد اليقين تجد دفء الإيمان تجد قوة ورسوخ التوحيد قال حسبي الله ونعم الوكيد ألقي إبراهيم عليه السلام في النار والكل متربس الكل يشاهد الكل ينتظر أن يحترق الكل ينتظر أن يتفحم الكل ينتظر أن يسود الكل ينتظر أن ينتشي من أهل الكفر حتى من أبيه ينتظر أن ينتشي بعلو آلهته على من دعاه إلى الله على من عرى آلهته عن كل حجة وعن كل برهان كيف يكون آلهة أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كان الله قادرا على أن ينزل مطرا أو تهب ريح تجعل هذه النار تهدأ أو تهمد أو تخمد لكن على قدر المؤونة تأتي المعونة على قدر ما في قلبك يكون الله لك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر